نظمت يوم أمس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية لجمعية العمومية لانتخاب المكتب الجديد للجنة بحضور وزيرة الشباب والرياضة حبيبة ساولبة ومستشار الرياضة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أتفاصيل لدى أدب حسن مكاوي استرخاء وهدوء استراحة ما قبل انتخابات اللجنة الأولمبية يدل على أن مسبقها عاصفة عتية في تمام الثالثة مساء فتحت أبواب السباق إلى المراكز بمقدمات مرشح على رئاسة هرم اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية اثنان لا ثالثة لهم الرئيس السابق للجنة الأولمبية الرياضية إدريس ديكوني أديكير والمرشح الجديد للرئاسة أب بكر جرمو أومي الذين فترى قلوب الحاضرين بعزيمتهم الصادقة للرقي برياضة وانتزاعها من براثين الفشل الجولة الأولى لمنافسات منصب الرئاسة بدأت باقتراع الناخبين الأربع والخمسون الذين يحق لهم التصويت وفرز الأصوات وعدها في منافسة شريسة ابتسم فيها الحظ للوافد الجديد إلى اللجنة الأولمبية أب بكر جرمو أومي الذي كسب الجولة الأولى من الانتخابات متفوقا على منافسه إدريس ديكوني أديكير بتسع وعشرين صوت مقابل خمس وعشرين ولأن عادة عالم رياضة تفرض الروح والأخلاق الرياضية جاء العناق ليظهر جمال رياضة وجوهرها نشكر أخي كبير إدريس ديكوني أديكير في الأورغانزازيون هنا الأسمبلية الجنرال وفي الأكزامبل الألطاني هنين شباب الألطاني اليوم أكزامبل هنا في فير بلي هنين تعدين كالألو ريف تعدين نقول ألو مدورتا ريف هنا تعدين دا يقف شباب في الاسبور وده في أربع سنة القاية قدام دا خدمتي الناخدين فوقا واستمرت حيثيات اليوم الانتخابي لتحمل في طياتها أيضا اسم جدد في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الرياضية كادر صالح كنة الذي تغلب على منافسه الاثنين بتسع وعشرين الصوت هذا وفي نهاية الجمعية العمومية رحب ممثل وزيرة الشباب ورياضة الأمين العام للوزارة يوسف جبريل بالشفافية والديمقراطية التي اتصفت بها الانتخابات شاكرا المكتب المنتهية ولايته على الجهد الذي قدمه في خدمة الرياضة مهنئا ومشجعا المكتب الجديد لمواصلة العمل والصير على النهج في تطبيق النظم واللوائح وضرورة احترام أجندة اللجنة الأولمبية للعام عشرين وألفين علما بأن المكتب الجديد يضم في عضويته اثنى عشر شخصا وسوف تنتهي صلاحية هذا المكتب بعد أربع سنوات وبهذا الخبر الرياضي ننهي النشرة لهذا المساء شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء